هل هي حرب بيانات أم هو سجال توضيحات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير ماليته وابن مدينته محمد الصفدي؟ أما التباين فهو حول تمويل المحكمة الدولية للعام الحالي وطريقة تمريره فوزير المال محمد الصفدي استغرب في تصريح لصحيفة المستقبل إحالة رئيس حكومة تصريف الأعمال مرسومة تمويل بعد توقيعه من ميقاتي ومن الرئيس سليمان إلى ديوان المحاسبة للدرس مؤكدا أنه فور وروده إلى وزارة المال ستقوم بتسديد المبلغ مباشرة من احتياط الموزنة لاحقا اتهم ميقاتي الصفدي بأن بيانه غير دقيق وقال أن مراقب عقد النفقات في وزارة المال قام بإيداع المعاملة ديوان المحاسبة وبالتالي فأن وزارة المال هي التي أودعت المعاملة ديوان وكان على وزير العمل متابعة الموضوع لدى الوحدات الإدارية التابعة لوزارته لم يتأخر الصفدي بالتعليق فلفت إلى أن مراقب عقد النفقات لدى رئاسة الحكومة هو من أرسل المرسوم تلقائيا بعد توقيعه إلى ديوان محاسبة وفق الأصول بيان وزارة المالية فاته الإشارة بحسب آخر رد لرئيس الحكومة إلى أن مراقب عقد النفقات هو موظف في وزارة المال ويتبع إداريا لوزير المال وهو مكلف بالتأشير على نفقات كل الإدارات الرسمية بما فيها رئاسة الحكومة هل انتهى السجال أو التوضيح المتبادل عند هذا الحد؟ أمن هناك ما هو أبعد بين الرجلين؟ ترجمة نانسي قنقر